الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 الاتصالات المفقودة مع وحدة معالجة الصور C ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز مشكلة تشخيص عام لنظام الاتصالات ينطبق على معظم طرازات وموديلات مركبة OBD2 يعني هذا الرمز أن وحدة معالجة الصور C IPAC ووحدات التحكم الأخرى في السيارة لا تتواصل مع بعضها البعض تعرف الدائرة الأكثر استخداما للتواصل معها باتصالات ناقل شبكة منطقة التحكم أو ببساطة ناقل كان تتواصل الوحدات مع بعضها البعض عبر شبكة مثل الشبكة الموجودة لديك في المنزل أو في العمل هناك العديد من أنظمة الشبكات المستخدمة من قبل الشركات المصنعة للمركبات قبل عام 2004 كانت أنظمة الاتصالات من وحدة إلى وحدة الأكثر شيوعا وليس كلها هي واجهة الاتصالات التسلسلية أو SCA SAEJ1850 أو ناقل PCA وكشف تصادم كريسلر أو اتفاقية مكافحة التصحر يعرف النظام الأكثر استخداما بعد عام 2004 باسم اتصالات ناقل منطقة شبكة التحكم أو ببساطة ناقل كان تم استخدامه أيضا قبل عام 2004 في جزء صغير من المركبات بدون ناقل كان هذا لا يمكن لوحدات التحكم تبادل المعلومات وقد تتمكن أداة المسح الضوئي أو لا تستطيع الحصول على معلومات من السيارة اعتمادا على الدائرة المتأثرة توجد وحدة معالجة الصور CIPAC عدتا خلف لوحة أجهزة القياس على جانبي السيارة يمكن أيضا تركيبه خلف الشبك الأمامي مع الكاميرا الأمامية يتلقى مدخلات من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار بعضها متصل مباشرة في حين يتم إرسال معظمها عبر نظام اتصالات الحافلات من وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM تسمح هذه المدخلات للوحدة بالتحكم في كبح السيارة عندما تقترب مركبة أخرى من الجانب أيضا عندما يصبح معدل الإغلاق بين السيارة الزائدة والسيارة الرئيسية قريبا جيدا عندما يقترب أي شخص من السيارة من الأمامي أرجع إلى مرجع خاص بالمركبة لتحديد البابي سي في حالتك الخاصة قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أعتمادا على الشركة المصنعة ونوع نظام الاتصالات وعدد الأسلاك وألوان الأسلاك في نظام الاتصالات شدة الكود وأعراضه الشدة في هذه الحالة لا تكون شديدة أبدا لأن هذا هو جهاز راحة العملاء وهناك دائما حل يدوي في حالة حدوث عطل كهربائي كامل لا يتأثر تشغيل السيارة بأي حال من الأحوال بعدم تشغيل IPAC قد تتضمن أعراض رمز U023C مايلي لن يتم تشغيل تعطيل APMC ضوء مؤشر عطل مضاء ضوء تحذير ABS على ضوء تحذير الفرامل الحمراء ESC ESP مؤشر تحذير الأسباب عدتا ما تكون أسباب تعيين هذا الرمز هي افتح في ناقل كان زائد أو الدائرة قصيرة للتشغيل أو الأرض في دائرة ناقل كان لا قوة أو الأرض لوحدة IPAC نادرا وحدة التحكم الخاطئة إجراءات التشخيص والإصلاح من أفضل الأماكن لبدء التشخيص الكهربائي هو التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك قد تكون المشكلة التي تواجهها معروفة للآخرين في هذا المجال ربما تم وضع إصلاح معروف من قبل الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص من المفترض عند هذه النقطة أن قارئ الرموز متاح لك حيث تمكنت من الوصول إلى الرموز حتى الآن تحقق مما إذا كانت هناك أي رموز أعطال تشخيصية أخرى تتعلق باتصال ناقل أو تتعلق بالبطارية الإشعال إذا كان الأمر كذلك يجب عليك تشخيصها أولا حيث من المعروف أن التشخيص الخاطئ يحدث إذا قمت بتشخيص رمز U023 قبل أن يتم تشخيص أي من الرموز الأساسية وإصلاحها بالكامل إذا كان الرمز الوحيد الذي تحصل عليه من الوحدات الأخرى هو U023 فحاول الوصول إلى IPAC إذا كان يمكنك الوصول إلى الرموز من IPAC فإن رمز U023 إما متقطع أو رمز ذاكرة إذا لم تتمكن من الوصول إلى IPAC فعند أذن يكون رمز U023 الذي تقوم بإعداده الوحدات الأخرى نشطا وتكون المشكلة موجودة الآن الفشل الأكثر شيوعا هو عطل في الدائرة يؤدي إلى فقدان الطاقة أو التأريد لوحدة معالجة الصوري تحقق من جميع الصمامات التي تشغل وحدة IPAC في هذه السيارة تحقق من جميع أسباب IPAC حدد موقع نقاط التوصيل الأرضي على السيارة وتأكد من أن هذه التوصيلات نظيفة وضيقة إذا لزم الأمر قم بإزالتها وأحصل على فرشات صغيرة من الأسلاك السائلة ومحلول صود الخبز الماء ونظف كل واحدة سواء الموصل أو مكان توصيله إذا تم إجراء أي إصلاحات فقم بمسح رموز مشاكل التشخيص من جميع الوحدات التي تحدد الرمز في الذاكرة وتحقق مما إذا كان يمكنك الآن الاتصال بوحدة IPAC إذا تمت إعادة الاتصال باستخدام IPAC فمن المرجح أن تكون الصمامات الاتصالات هي مشكلتك إذا عاد الرمز أو تعذر الاتصال مع الوحدة فقم بتحديد موقع اتصالات اتصالات الناقل كان على سيارتك والأهم من ذلك موصل IPAC والذي يقع عادة خلف لوحة القيادة على جانبي السيارة يمكن أيضا تركيبه خلف الشبك الأمامي مع الكاميرا الأمامية افصل كابل البطارية السالبة قبل فصل الموصل في IPAC بمجرد تحديد الموقع افحص الموصلات والأسلاك بشكل مرئي ابحث عن الكشت أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي قم بفصل الموصلات عن بعضها وتفتيش الأطراف الطرفية الأجزاء المعدنية بعناية داخل الموصلات تحقق مما إذا كانت تبدو محروقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف قبل توصيل الموصلات مرة أخرى باء IPAC قم بإجراء اختبارات الجهد القليلة هذه ستحتاج إلى الوصول إلى مقياس الفولت الرقمي DVOM تحقق من أن لديك قوة وأرضية في IPAC أحصل على إمكانية الوصول إلى مخطط الأسلاك وحدد مكان دخول السلطات والأسباب الرئيسية في IPAC أعد توصيل البطارية قبل المتابعة مع استمرار انقطاع IPAC قم بتوصيل الرصاص الأحمر لمقياس الفولت متر الخاص بك بكل مصدر بزائد جهد البطارية قادم إلى موصل IPAC والرصاص الأسود لمقياس الفولتميتر الخاص بك إلى أرضية جيدة إذا لم تكن متأكدا فإن البطارية السلبية تعمل دائما يجب أن ترى قراءة لجهد البطارية تحقق من أن لديك أسبابا جيدة أيضا اربط الرصاص الأحمر لمقياس الفولتميتر بالبطارية الإيجابية بزائد والرصاص الأسود لكل دائرة أرضية مرة أخرى يجب أن ترى جهد البطارية عند كل اتصال إذا لم يكن الأمر كذلك فقم بإصلاح مشكلة الطاقة أو الدائرة الأرضية بعد ذلك تحقق من دائرتين الاتصال حدد موقع كانسي زائد أو دائرة HSCAN زائد وكانسي أو دائرة HSCAN مع توصيل الرصاص الأسود لجهاز الفولتميتر الخاص بك بأرض جيدة قم بتوصيل الرصاص الأحمر باء كانسي زائد مع مفتاح التشغيل إيقاف المحرك سترى حوالي 2.6 فولت وتقلبات طفيفة بعد ذلك قم بتوصيل سلك الفولتميتر الأحمر بدائرة كانسي سترى 2.4 فولت تقريبا وتتذبذب قليلا تظهر الشركات المصنعة الأخرى كانسي عند 0.5 فولت تقريبا وتقلب مفتاح تشغيل المحرك تحقق من مواصفات الشركة المصنعة الخاصة بك إذا مرت جميع الاختبارات ولا يزال الاتصال غير ممكن أو لم تتمكن من مسح رمز خطأ U023C فإن الشيء الوحيد المتبقي الذي يمكن القيام به هو طلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب حيث يشير ذلك إلى فشل IPAC يجب برمجة معظم هذه IPAC أو معايرتها للسيارة ليتم تثبيتها بشكل صحيح ترجمة نانسي قنقر